المعارضة تفوز بالانتخابات البرلمانية في جزيرة جرنلاند حزب سيوموت المعارضة حصل على 42% من الأصوات ما يعني فوزه بـ 14 مقعداً في البرلمان وفقاً للنتائج الأولية الحزب ركز في حملته الانتخابية على ضرورة فرض المزيد من الضرائب على العمال الأجانب الذين يعملون في مناجم الجزيرة الحزب الحاكم والذي يمثله رئيس الوزراء الحالي كوبيك لايستا حصل على 34% من الأصوات يشار إلى أن جزيرة جرنلاند هي أكبر جزيرة في العالم وهي جزء من مملكة الدنمارك تحظى بالحكم الذاتي منذ العام 1979